أعرب حكام مقاطعات اليابان عن مخاوفهم حيال التوابع المحتملة لوضع الحكومة المركزية خطتها لتخفيف قيود كورونا المستقبلية حتى مع تمديد حالة الطوارئ في العاصمة توكيو والعديد من المناطق الأخرى واعتبر حكام المقاطعة أن الإعلان عن خطة لتخفيف القيود المفروضة على السفر والفعاليات الكبيرة بقدوم شهر نوفمبر بمجرد تلقي معظم السكان اللقاح المضاد لكورونا قد يدفع المواطنين أن يكونوا أكثر تفاؤلا بشأن الوضع الوبائي في وقت لا تزال فيه الإصابات بفيروس كورونا تتزايد من جانبه توقع وزير الصحة الياباني تحسن الوضع الوبائي ورفع طوارئ كورونا في نهاية سبتمبر